اهلا بكم مشاهدين الكرام في عادة جديد من انفاس الكان اليوم كالعادة سنخصصه لمباراة المنتخب المغربي وسنسلط الضوء على المنتخبات العربية في منافسات الكان ولتحليل هذه الامور يحضر معنا في الستوديو المحلل الرياضي المصري محمد عزيز اهلا بك استاذ محمد اهلا بك انهاد وسعيد اكون معاك وطبعا حاجة تشرف اننا كن في موقع انفاس اشرف لينا استاذ بحكم استاذ انك مصري غدي نتكلم معك على اقساء المنتخب المصري كيفش اشتيل اقساء طبيعي اللي حصل مع مصر طبيعي جدا ناهدي احنا بنمر في حالة تخبط في الكرة المصرية من 2010 من بعد حسن شحاتة المدير الفني والله يرحمه كابتن سامير زاهر اللي هو كان رئيس الجامعة احنا بنقول على الاتحاد ان تقول على جامعة اه حالة تخبط بقى يعني احنا مصر مرت اه نظمنا 2019 2017 اه وصلنا للنهائي والكاميرون كسبتنا على حسابكو برضو 2019 الملعب ملعبنا وخرجنا من دور التاني قدام جانب افريكا لاتلعبوها النهاردة وكانت حاجة سيئة جدا واللي تحد يعني اقل اللي هو رئيس الجامعة اقل اللي هو هانا بوريدي احنا مسكنة شلة شلة شل ده نفس يعني يشلوا الاعضاء ويجيبوا رمز مختلف وهم نفس التركيبة مفيش تخطيط مفيش من من تحت حتى مفيش يعني احنا مثلا هنا لو كرنا بالمغرب احنا حتى انا نادت في التلفزيون المصري نادت لهم قلت لهم تعالوا شوف التجربة المغربية مش عايب ان احنا ناخد تجربة عربية نتعلم هم وصلوا لبعيد المغرب فهو تطور كبير تعالوا شوف الاكاديمية بتاعة الاكاديمية محمد السادس ولقتي اكاديمية الراجعة ولقتي اكاديمية الفتح بترب النشأة احنا عندنا عشوائية في التحت معادش المواهب يعني محمد صلاح تطلع فالت اما الوقت ابن راجل اعمال ابن لعب كرة في فساد والقطاعات من تحت عشان تبني فريق قوي منتخب قوي الكرة بتاعة الفقر على فكرة يعني خلينا من اللي بيسعد الجماهير بالفوز تلاقي مشجع مات من فرحته هم الناس الطبقة البسيطة اللي هي اكترية الشعوب العربية فيها واحنا اكتر كمان فالوضع بيبقى حتى اللي يبقى واصل لكرة بيبقى لاقي صعوبة جدا حتى تلاقي الاندية واللي بيربوا الناشئة عاوزون فلوس من الاهالي ويطعم وتجربهم اكاديمية استثمارية واكاديميات وما فيش اصلا فكرة انت بتاخد اللعيب بتاخده على اي اساس على الموهبة وانت اتطوره لا حتى المدربين مش مؤهلين حتى المدربين اللي هم في الكطاعات تحت البراعين مش مؤهلة بتعامل مع اللعيب نفسيا يعني بطريقة تخليه تعقب من الدنيا كلها فدي اسباب كتير تعال بقى نشوف المدرب اختيار المدرب يعني انا انا دايما مع المدرب الوطني يعني احنا اخذنا بطولات في مصر مع حسن شحاتة والجهري الله يرحمه الكابتن الجهري في 98 لما المغرب كسبنا بالهدف المصطفى حجي ووصلنا للنهائي وكسبنا في جنوب بركنا فاسو كسبنا في جنوب افريقيا البطولة في 2006 2008 و 2010 كان حسن شحات جيلها بوتريكا و البركات و اعمد متعب والحضري بعد كده احنا في تخبط بقى منتخب محمد صلاح انت عمرك ما تلعب فريق على لاعب واحد فعلا يشيرك يعيشو المنتخب المصر كاتب محمد صلاح بزاك واختيارات اللاعب واختيارات المدرب هم ما بمرضوش تجيبوا مدرب وطني جابوا حسام البدري قبل كده وهو ضعيف جد يعني تخيلي على مدار سنتين مسك المنتخب الوطن ما لعبش مباراة تجربية خايف يتكشف خايف يبان ان هو ضعيف ضعنا جابوا اهاب جلال برضو قبله منه قاعد شهرين ما استحملش فالناس مش عارفة تجيب مدرب يعني انا اتمنى يبصوا لحسام حسن يبصوا وليه ما يجيش حشان شحاته تاني ما موجود انت كتنا دي بفكرة المدرب الوطني الوطني تعال اشوف المغرب حتى احنا معا احنا احنا كم مدرب اجنابي مسك المغرب على مدار 48 سنة احنا المغرب ماخدش البطولة ايه السببب اللي هم مدربين اجانب جايين من على الهاوي اللي همش الي اي لازمة وبياخدوا فلوس كتيرة جدا 2004 في تونس كان بادو الزاكي وحييه طبعا لازم حيي عموتا برح عمل انجاز في الاردن ويعني اتأهل الدور التمانية على حساب فريق عريق فريق عريق جدا ودي اطار وطني هو اللي حاسس باللعيبة هو اللي حاسس بالجمهور يعني خليل خليل اللي كان مسك وحيد السنة الماضية في الكاميرون كارسي المفروض مايرجعش المرة كان من الكاميرون يمشي فالمداربين الاطار الوطني بيبقى حاسس بس يكون عنده حاجتين ادي توفرت في مين بقى فحسن شاحاته والوليد انا بقول وليد ممكن يكرر انجاز حسن لو لعبنا بهدوء وعارفين احنا عاوزين في ايه ونكون اللي مطش له على حدة نقدر نلعب به ونخطف اولا البطولة ديت في المتناول السنغال مشت مصر مشت كاميرون مشت نيجيريا وجود دفار اللي قدامك انت هتقابل طريقك نيجيريا بس اهم حاجة يعني نشوف احنا عاوزين ايه يا لك ان الخصم اليوم مع قويت هرجعلك في الخصم بس هكمل لك فحسن شاحاته عارف يعني بتقول وعارف حظوظ المنتخب المصري فالمنتخب المصري فيه مشاكل كتيرة مجملات يعني كنت اسمع دايما ان صلاح عاوز لعبة معينة ودي غلط المدرب كنت عنده شخصية قوية مع احترام اللعبة له اختيارات المدرب اختيارات سيئة جدا يعني اللي مفروض يلعب مايلعبش واللي مفروض يختاره مجاش يعني حسن الشاحات مفروض كان موجود اهاء ياسر ابراهيم المدافع قوي جدا وملعبش ولا مباراة ومكانش مختاره اصلا واحمد حجازي راجع من اصابة فتوح راجع من اصابة خط الرسط النني يعني معدل السن بتاع المنتخب فوق التلاتين سنة طب انت هتجاء انت عاوز اللي هيكة بدنية مع الرطوبة مع كل طريقة اللعبة حتى بتاعتنا طريقة فها مشاكل كتيرة يعني مسؤولية اقصاء يتحملوها المدرب لا اتحاد الكورة الجامعة هي اللي اخترتها وبالذات حازم امام يعني حازم امام لعب كبير ولكن مش كل لعب كبير هيقدر باي صفة جابته باي صفة ولا ولا مسك مدرب منتخبات قبل كده ولا درب في افريقيا قبل كده طب اي الاجواء احنا شايفين على فكرة يعني ده بياخد 220 الف دولار في الحالة الاقتصادية الضعيفة جدا اللي فيها مصر واللي بتمر بها ربنا ان شاء الله تعديها ان شاء الله ولكن في ظروف كبيرة يعني انا ضد اي مدرب اجنبي يجي مصر حتى في الاهل والزمال هيعملوا ايه انت بتلاعي مين اصلا ما انت تعال شوف الوداد وشوف الرجاء ما كلهم بيجيوا مدربون الوطنين واخدوا منك البطول يعني الاهل اخد منه البطولة مع وليد ومع عمو اخدوا منه في خمس سنين اتبراه دات يارا بتفوق الاندية المغربية طبعا باقل الامكانيات الاندية خلاف المنتخب يعني عم نستوى الاندية في مشاكل في التسير المنتخب لا حاجة تانية ومع ذلك في المشاكل للتسير اللي هم بيعملوها الموجودة في الوداد والرجاء والاندية عموما المشاكل دي ومع ذلك بتاخدوا بطولات يعني الفرق بين الاهل ومحترام طبعا وددت اسم كبير بس الامكانيات كبيرة الاهل مزانيته يعني يعني احنا ملوها عليه دولة يعني سبعين مليون او ستين مليون مشجع والجماية العمومية فيها حوالي ستمائة الف اللي انخرط وبيدفع فلوس يعني احنا تشتراك في الاهل حوالي ما يعادل خمسين مليون او مغربي والدعاية بقى والدعاية وشركات الرعاية الاهل اقل حاجة عشان شركة تدخل تاخد الرعاية بتاعته مليون سنتيم ولا حاجة طيب استاذ نرجع المنتخب مصر وش كتشوف ان الغياب دي المحمد صلاح ساهم في الاقصاء دي المنتخب مصر لا لا طبعا هو محمد صلاح اولا مصاب واصابة يعني تاخد عشر ايام بس هو شاف الاجواء مش هتمشي يعني هو حاس احنا اول مرة تحصل ان احنا يحرص فينا ست اهداف وما نكسبش مباراة احنا احنا ما كسبناش مباراة اول مرة تحصل فلا في مشاكل كتيرة وهو هو الصح هو يعني شاف الوضع ان انا مصاب هو فعلا مصاب بس هو لكن ما كانش ينفع يسيب المنتخب ويمشي يعني حتى جمهور مصري اخد من اخد من الرصيد اللي هو له عند الجمهور مصري كتير انه هو انت قائد المفروض يبقى انت لك دواء انت تدافع لهم انت اللي تقف وانت اللي تساند وانت اللي توجه تكينك مدرب جوه الملعة وهو شاف عشوائية لأسف فيه عشوائية في المنتخب وحصل مشاكل كتيرة مبغاش يتحسب عليه شي فشل لأ ده هما بالعكس ده هما الاتحاد كان زكي رمى الفوطة عنده يعني هو يصدروا للناس المفروض الاتحاد هو ليطلع يحميه فالتحاد ضعيف جدا وماقدر شي يواجه فاحنا الجماهير كلها بتطالب ان الاتحاد الكورة الجامعة يمشي وهو المدرب انا كنت متوقعت من قبل البطولة ومسجل في المواقع التانية ان الحصان الاسود هيكون راس الأخضر وغنية ومعن بركي نفسه احنا شوفين راس الأخضر او المجموعة على مصر وعلى فكرة المدرب بتاعهم رد بو 4000 دولار هشوف الفرق 4000 لمتين قلي يعني رتيب مع مهم ما تيكن ضعيف جدا ومع ذلك هو بعمل فرقة متكاملة المتخابات انا كنت اقيل ان جزائر وتونس بره من المجموعة من بره المجموعة بره ان انت معدل السن عندك فوق الواحد وثلاثين سنة الجزائر يعني ربنا يهديهم علينا انت اشتغلوا عن نفسكم اشتغلوا انتوا وشغلين نفسكم بالمغرب وشغلين نفسكم بالاجواء دي كرة في الاول اخر كرة هي بتجمع الشعوب مش بتفرق الشعوب يعني اه يعني انا اسمعت تصريح لواحد قال لك انا لو الموريتانيا ربحتنا انا هنبطل كرة طيب ما تبطل يعني الموريتانيا بالعكس الموريتانيا مش محظوظة الموريتانيا عندها فريق كبير جدا بس ما عندهش خبرات حاجات بسيطة تفاصيل صغيرة كانت ممكن تمشي بعيد تونس نفس التشكيل نفس اللعيبة بقالهم اكتر من سبع سنين نفس الجزال برضو بقالهم من 2017 وهم لنفس الفرقة مصر نفس الفرقة يعني بعض التغييرات ودي تجديد الدماء مهم وانا بحيير اجراكي طبعا ان هو ضم اربع من المنتخب الولمبي هيفدوه في البطولة وهتشوفوه من النهاردة هعملوا ايه 28 سنة هيلعب امتى لما يبقى عنده 28 سنة لازم انا كنت اتمنى ان المنتخب المصري المنتخب العلوم اللي لعب النهائي مع المغرب هو اللي يكون موجود في البطولة مع تدعيم محمد صلاح عم منعم تيريزيجي كانت تبقى فرقة خطيرة ولكن الاسف مفيش حد يبخطط عن ده هدين قادرون قولوا ان المنتخبات العربية كتعيش نهاية جيل المفروض من البطولة اللي فاتت المفروض ولكن هو عقليت مدرب يعني نشوف بالماضي تنفس الفرقة انت انفكر نفسك فكر نفسك البرازيل ونفسك الورا جنطين انت بص الواقع اللي عندك او شوف مشاكل اللعيبة عندك مشاكل كتيرة في اللعيب عندنا نفس الطريقة تولس نفس الطريقة فدي طبيعي دي طبيعي انهم يخرجوا ولو واحد قاري المشهد صح هيتوقع طيب أستاذ اليوم المغرب عنده مقابلة فاصلة أمام منتخب جنوب إفريقيا بغينا قراءتك للمقابلة وتفاصيل دقيقة حول الخصم نهجه لغديل أبي أمام منتخب المغريبي كيف تشوف المقابلة؟ هي كل مبارا بعد كده فاصلة يعني لازم كل مباراة أنا كده فاصلة الآن وكل مباراة فاصلة فعلا احنا شوفنا المنتخبات الكبيرة برا يعني السنغال خرجت انباراة وأنا كنت متوقع أن هم يخرجوا أن المغرب إدى الحياة لكودوفور فلو واحد ميددله الحياة تاني ما بتشبس فجتلهم الفرصة من السماء فعمرهم هيضيعوا تاني وكودوفور هتبقى في النهائي سجيلي عندك المغرب المغرب عنده يعني أتمنى أن هما النهاردة عدم اللعب الفردي اللعب الفردي أننا لعيبنا مباراة قدام تنزانيا مباراة رائعة تشكيل كان في الأول كويس جدا كسبنا 3-0 بإرياحية بإرياحية يعني حتى هو فهم الدرس أن البطولة طويلة وعمر تدوير نزل 5 لعيبة دي تدوير أنك تستغل كل فرضة عندك مباراة تانية مع الكنغو كانت صعبة إحنا اللي صعبنا على نفسنا بسبب أن أنت مفروض في أول عشر دقيقة أو الشوط الأولين عمويا تغضع على الخصم بيبقى عندك النفس وعندك الكوة وعندك التركيز وعندك الجماعية فالنصيري يعني ضيع فوس كبير ومعه بفال فدخلناهم في المباراة دخلناهم في المباراة مع البدن بتاعنا وقع فبدأوا هم أخطر ودن لهم فرصة أن هم يعملوا المشهد اللي إحنا شفناه يعني المشهد اللي حصل بين الراجراجي واللعب الغير محترم بنفس الطريقة من جلوج عير محترم لا غير محترم طبعا اللي إنت لو تشوفوا في أوروبا المدربين بيدخلوا يكلموا اللعيب الخصم مرين يوم مرينوا دخل دخل ملعب وعرق اللي اللعيب هو ماشي بالكورة ادخلوا على اليوتيوب وتشوفوا فيه قلت الحاكم تردوا بس وخلاص الدنيا هيجة بقى حتى الوقت الاتحاد اللي كان غولي راح للطاس طب انت بتكبر مسائل ليه أصلا خلاص نرفزت ملعب انتهت بس وما محب أحداث ملعب تفقى في ملعب بس المهم دخلناهم بقى في المباراة إحنا اللي دخلناهم احنا بالنسبة لنا نلاعب كورة بملاقي فريق بالاسلوب ده ومفكر نفسه بنقضى عليه في الملعب يعني بالمصر كده بنهزقه في الملعب بنعرف ناخد حقنا في الملعب ولكن عدة المباراة جانا زنبيا كسبنا بهدوء بس برضو ما كناش كويسي النهاردة جنوب أفريكيا بتلاعب بسانداونز تسع لعبة في سانداون سانداون احنا شفناه كسب الاهلي خمسة كسب الاهلي يعني الاهلي اقول الاهلي يعني منتخب مصر فعندهم كورة سهلة بيتنقلوا بيستلموا بيلاقوا بعض احنا المغرب يعني عندنا كل الحلول اللي احنا نكسب باريحية بس نبعد عن الفردية انا عاوز التشكيل اللي هو بدأ تنزانيا يبدأ مع تغيير الشبي حاكم مش هيلعب انا اتمنى ان هو ميلعبش اربعة واحد اربعة واحد اربعة واحد بتحسس الخصم ان انت بتدافع احنا نلعب اربعة ثلاثة ثلاثة عادي جدا عندنا ما بقاش ثلاثة ارتكاز في الملعب نعمل مرابط وجنبه املاح لا املاح اتمنى انه يكون في حالته بس ان المطش اللي فاتح كان سيء جدا صابيري صابيري رقم عشرين باين كان بتاع المنتخب الاولمبي ومعاها اناحي والعب الثلاثة القدام زلزولي ونصيري ومعاها الشاب العدلي عدلي والورا معروف هيبقى عطيت الله عارف برستاو طبعا برستاو ولعب عليه كتير عطيت الله وسايس اكرد وحكيم بس نلعب ما ندلهمش احساس ان احنا هندفع هم هيقربوا خطوطهم بس هيقربوا خطوطهم هم بيتحركوا ككتلة واحدة يعني يلعبوا تحت الكورة احنا ممكن نديهم الكورة اوقات ونستخدم سرعات الاطراف اللي عندنا بتاع الزلزول زلزول هيبقى عنده ادوار كبيرة النهاردة او هو لو بدأ بقى بطريقة اربعة واحدة اربعة هيلعب مرابط هو رقم ستة قدام الخط الدفاع الرباعي وهيلعب الارباع اللي هو املاح وزلزولي وعدلي ويبقى نصري قدام يعني قدروا نقولوا ان الحدود متكافئة بين المتخبين لا احنا بالنسبة لنا اكتر اكتر اه طبعا بس امتى يبقى الخصم بقى دخل في المباراة ويبقى خطر عليك لو انت تتلو الفرصة احنا المفروض نتحرك كتلة واحدة والخط الدفاع اللي هو السايس السايس فيه بطء شوية بس اكرد يعني بيغطي اكرد بيغطى عليه الخط البلوك اللي احنا هنعمله دفاع بيبقاش عند التمنتاشر المفروض يبقى تحت الخط الوسط لازم نضغطهم ولازم خط الوسط مرابط ولا اناحي وانا بيكلم اناحي بالذات انهم ميحتفظش بالكورة اللعب الفردي مش هيجيب لك حاجة لما يكون عندي عاوز حلول فردية هتخد زي الهدف اللي هو عمله في الكنغو او الهدف التاني في تنزانيا اللي هو ما عادله واخترك ولعب ورجع تانية اخدها وحطها في الهدف لازم يبقى كده ولازم زلزولي ميستبش لوحده لازم حد يكون مقرب له يلعب معاه اما الممبورة الاولى اللي منزل كان هو لوحده بس مفيش حد يبقرب له ياخد منه ويدديله فالثلاث اللي عملوه وناحي مع حكيمي مع زياس وحكيمي كان مثلثات حلوة جدا ووصلنا لهدف فاتمنى هم يكونوا فيه تركيز بس ونخلص من نصف فرصة المبارات دية لازم تخلص في الشوت الاول كل ما تدخل الفريق عندك هيبقى اصعب ان انت العمل بدني والرطوبة صعبة جدا ولازم نستغل التغييرات يعني الكعب لازم يكون لي دور شفناه لعي مباراة قوية جدا هنلاقي الشباب اللي هم موجودين الرباع اللي هيبقى موجود او الاتنين اللي هيشاركوا يكون لهم دور ان هم هيديك نفس اكتر هيديك حيوية اكتر في الملعب ونقدر نستغل المباراة ان شاء الله ونطلع عن نفوز ان شاء الله النارد استداريتي بداية الكلام جلتي ان كنتي تتوقع ان السنغال غادي تغادر اللي كان اشنو اسبابك لهذا التوقع هذا لا انا 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 نبرح من اول من اول ما السنغال الكودوفار تلعت قلتلهم الكودوفار المغرب ادت له الحياة يعني انت ما تيجي همثلك برضو ماتش الاهلي مع في عصبة الابطال العام الماضي لما الهلال السوداني ضيع ضربة الجزاء مع سان داونز فالاهل اتأهل يعني الهلال كان هو لا يتأهل ما كان الاهلي فالهلال ادى الحياة للاهلي الاهلي كان برا فقالتهم الاهلي هياخد البطول انك بتدي الفرصة لفرقة قوية بس كان عندهم خلل معين هنا كودوفار كان خلل عندهم المدرب المدرب مكانش موظف اللعبة كويس مكانش مختار التيم من الحداشر ينزلوا الملعب فانبرح شكل تاني يعني كودوفار يعني قضط على السنغال في الملعب بدنيا كورا ضغطنهم من او حتى بعد الهدف قلت لهم برضو الكودوفار هتكسب يعني معين الهدف جيه في دقيقة اثنين او الثلاثة ولكن انا كنت متأكد ان الكودوفار هتكسب كنت مع الصحفي يعني نوفد العوامل العوامل بديله كل تحية واحنا في الاستوديو قلت له كودوفار هتكسب النهارة فالحمد الله استاذ عزيز نشكرك على قبل الدعوة وحضورك معنا انا اللي شكر لك انا هد وبشكر كل القيمين عن العمل وحاجة تفرح يعني بسرعة شكرا استاذ عزيز شكرا الله يخليك وصلنا الى نهاية الحلقة مشاهدين الكرام حد موفق للمنتخب الوطن البغربي وإلى اللقاء في عدد جديد